اشتركوا في القناة للحالات القائمة لفيروس كورونا منذ ديسمبر الماضي هذا الأمر يؤكد أن جميع القرارات الصادرة من الجهات المعنية بمكافحة فيروس كورونا تمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها المرجوة في كبح تفشي فيروس كورونا إلى جانب زيادة الوعي المسؤول والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ناهيك عن الإقبال المتزايد الذي تشهده الحملة الوطنية للتطعيم جميع تلك المعطيات تمخض عنها هذه النتيجة الإيجابية في انخفاض منحان الإصابات ومع دخول مملكة البحرين إلى المستوى الأصفر ضمن آلية الإشارة الضوئية لفيروس كورونا يبقى الالتزام بوعي سيد الموقف خلال هذه الفترة للحفاظ على النتائج الطيبة التي تحققها مملكة البحرين في ملف التصدي للجائحة العالمية